السلام عليكم المدير دي ياخد اكتر من المبلغ ياخد خمسمية ستمية فلما قدوه لا يغوز قال لي لا يغوز قال لي الأزباد كتير منها مثلا ان الله عز وجل يصبح العز من أول مرة دي أكيد سرقت مرة ودين وثلاثة وربنا تقر عليها مناكزة وطور برضو مش سبق قال لي لا وبرضو ايه دا تحمل ربنا اننا ما فضحتهاش اننا ما اتصلتش بالشورة فرأي فضلاتكم ايه طبعا ناسأله لا خلينا اسمع بس اسمع بس اسمع بس اسمع 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 الآن سنعمم القضية لا نجعلها قضية خاصة بكم تمام واحد حرامي تمام سرق فعاقبنا بأننا غرمنا غرامة مالية تجوز العقوبات التعزيرية بالمال أم لا طبعا شرعا شرعا قطى اليد تمام شرعا اليد تقطع ما في قطى يد تمام ما في قطى يد وما وصلنا الامر للامام المسلم الذي يقضي بقطى اليد تمام فهل نأخذ حقنا فقط ام نقول ايضا انه ارهقنا ارهقنا لاننا عينا موظفا لمتابعة اللصوص تمام الموظف هذا يكلفنا فلوس تمام الموظف يكلفنا فلوس الكاميرات تكلفنا فلوس تمام فهو ارهقنا فسنأخذ منه قدر الارهاق لان الحكم الشرعي لا يطبق فيه الان تمام ملتو فيرى بعض اهل العلمي في غير الحدود طبعا في غير الحدود طبعا في غير الحدود طبعا مش هنقيم علىها حد لان المسألة لم تصل للحاك في غير الحدود التعزير بالمال له ادلة تمام ورد الحديث طبعا احتج به بعض العلمان في سنة بعض النزاع في الذي يمنع الزكاة ان اخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا ان اخذوها وشطر ماله عزم من عزمات ربنا وايضا التعزير بالمال له عدة ادلة عدة ادلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدة ادلة من الكتاب ومن السنة اه اقول من السنة الان عدة ادلة من السنة على جواز التعزير بالمال تمام الله يبارك فيكم قد يفضح الشخص من اول مرة وقد يستر عليه في الدنيا بكاملها تمام وياكم 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 مع السنة انا اتكلم في حال ما اذا لم يصل الامر الحاكم اذا وصل امره السرقة للحاكم المسلم يقضي فيه بقتل يد تمام فلنقول اللي يدفع فلوس وفوت قطع لها دلاء ادلة معروه الله يسلام سلام عايق شكرا